السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل يا فن لو سمحت يا دكتور عندي اطفال يعني من سن 10 سنين لحد 10 شهور فهم من 10 سنين البنت بتخاف جدا اه وبزو حتى اخوتها اللي تحت منها بيجلدوها هي البنت عندها 10 سنين اه بتخاف وعندها استقاف نفسها وبتخاف تطلع الشارع بتتخاف بتتعامل مع صحابتها اه استقاف نفسها معدومة حتى البرات اللي بعد منها كانوا كويسين بيجلدوها كل حاجة اه يعني هم بدأوا بيجلدوها في السلوك بدأوا يجلدوها بيجيخافوا زيها مبشو بياخد حاجهم مش بيطلعوا من البيت نفس اللي بتعملوا وقتهم الكبيرة بيعملوا زيها تمام تمام فانا احترت فيها والله يا دكتور طيب انا عايز اسألك بس الاول البنت اللي هي عند 10 سنين دي انتو بتتعاملوا معها في البيت ازاي حد بيعتدي عليها بيدربها ما هي اللي بتوصلنا لكده طمام يعني احنا بنضربها جامل لا عنيدة انا انا قلت يمكن الدرب هو اللي عمل فيها كده ممكناش نضربها ويعني هي عميلها اللي بتضطررها لكده مش بتسمع الكلام عنيدة لدرجة ما تستورهاش حضرتها تمام مش بتسمع الكلام يعني ممكن يكون جاملي عمالة قولها يا بيت هاتي كذا يا بيت هاتي كذا 30 مرة مش بتبدأ ترد طيب ما هو خلي بالك هي الموضوع بس بيبقى تراكمي يعني هي تراكمي يعني انتو بتتعاملوا معها بقصوة بقالكو قد هي عندها 10 سنين انتو بتتعاملوا عقصة لا لا بس هو ابوها ابوها ما بيدرباش خالص بس انا اللي بس هاجمين تعاملتها حضرتك اللي بتضربيها بدربها بعد صبر طويل والله بعد صبر طويل اه تمام مش بدربها يعني بدربها بدربها كبخوفها تخويص يعني سنتسمع الكلام تمام تمام طيب يعني حتى الكلام لما بتتكلم مع حد ما بتعرفش تجمع الكلام ما بتعرفش ايه مش بتعرف تجمع الكلام مع بعض اه يعني ايه دي بقى يعني تتكلم كلمة وتسكت شوية كأنها بتفكر في اللي هتقوله بعد كده تمام طيب بس انا هقول لحضرتك اه الاطفال اللي من النوع ده اه اولا هم لازم يعني نعمل لهم اه حاجة اسمها اختبرات عشان اعرف القدرة العقلية بتاعتها يعني هي التي بتعاند بتعاند ليه هل هي مستوى زكاء هؤلاء وبعدين اختها الصغرينها بيها في مدرسها وبتغيرينها في اللحظة حتى اختها اللي اصغر منها لما بيجيب صحابتها البيت بتصدر تضرب صحابتها بتقولش مئنة دي جابت صحابتها وبتلعب اقول لها طب ما انت كمان هاتي صحاباتك بتقول لها انا مزحبش حد يجي البيت عشان هم لما اه بيتخرجوا معه وكده ما بتعرفش تتكلم معهم اه طيب هي مش عارفة هي مش عارفة تتصرف ايوة مش عارفة تتصرف والانتباه سفر يا دكتور والانتباه ايه سفر الانتباه سفر يعني مش منتبه باي حاجة بتمشي ومشي بتبص تحترف لها في ايه تمام تمام طيب دي نقطة اللي انا كنت اقول لسه بناقش حدرتك فيها هي لازم الاول نعرف القدرة العقلية بتاع الطفل ده قدي ايه الاول فبنعمله حاجة اسمها اختبار زكاء اختبار الزكاء ده بيحدد القدرات العقلية بتاعته بعد ما نعرف هو فانه مرحلة بنبتدي احنا نتعامل بقى معاه في تعديل سلوك الطفل ده ونشوف ايه البوينتس او ايه النقاط اللي حوالين الطفل ده اللي وصلته لهذه الصورة اللي حاجة بتحكي عليها واخد بالك حاجة من اين يا فانه من اسوان من اسوان تمام اه يعني احنا احنا يعني نشوف بس اقرب مركز بيعالج بيعمل اختبارات زكاء وحرك بس ايه تقدر يتخذي رقمنا من الكنترول ونتواصل ان شاء الله عشان ايه يعني نقول لحرك الخطوة اللي بعد كده هتبقى ازاي اللي سمحت عندي نقطة تانية هي اللي وصلها انها تبقى عنيدة ان انا ان هي بتتغذب من البنات اللي افتقناها عمالج واللي هم شاطرين في المدرسة وانا مش شاطرة اه ذكروا لي عشان انا بتدايب لما لابل اتوقفهم هم يجاوبوا وانا لأ ومتدايقة من جلب المساعدات وبعدين بقول لها طيب خلاص يعني انت مش بنتي انت اختي في البيت ومش حضرابك تاني على اي حاجة بس نعمل يعني متخبش على اي حاجة وكده وابعدين بترجع تاني طيب ما هو ابوسوا فيه حاجة مش مظبوطة في السلوك بتاعها ولكن احنا لازم نشوف كل النقاط حوالين البنت دي الاب الام المدرسة الصحاب الاخوات كل النقاط اللي حواليها لان فيه حاجة مش مظبوطة قدت الى الموقف ده زائد مستوى الزكاء بتاعها مستوى الزكاء بتاعها ده مهم جدا فعشان كده زي ما لقيت لحضراتك تحديد مستوى زكاء الطفلة ده يفرق كتير اوي في طرق العلاج او طرق تصحيح الاوضاع الخطأ خدت بالك فهي مهم جدا ان حرجت تشوفي اقرب مركز بيشتغل في تعديل السلوك ورايب انكم بقى في اسوان بحيث ان احنا نعمل لها اختبار الزكاء وبعد ما نعمل اختبار الزكاء نبتقي لحد بقى الخطة العلاجية بتاعيتها هتبقى ازاي وخلي بالحضراتك حضراتك هتبقي جزء من الخطة العلاجية والوالد لا بس انا اللي يخليك عايزة تعليمات اعملها معها في البيت الاول عايزة ايه تعليمات من حضرتك اتعامل معها ازاي في البيت الاول اوجهها ازاي طيب وما لو يا فاندي ما فيش مشكلة احنا خدي بس رقم تليفوني من الكنترول وان شاء الله يعني نتواصل مع بعض وقولها حالك نعمل ايه بالضبط طبعا يعني دي ظاهرة بنشوفها كل يوم في المستشفيات وفي العادات فكرة ان الطفل او الطفل عنيد والام والاب يفضل يضرب في الطفل وهو مش فاهم اصلا هو بيعاند ليه ما انت لازم تتدور على السبب هي القاعدة كده اذا عرف السبب بطل العجب فانت اعرف السبب ولما تعرف السبب علجه يوم الطفل يبتدي يتعدل ويبتدي يبقى كويس ما يمكن الام هي اللي بتعاملها معاملة جفة جدا او يمكن هي بتضربها عمالة على بطار او يمكن هي بتبقى محتاجة حاجة وامها او باباها بيحرمها منها حاجات كتير او يا جماعة ممكن تبقى حلها سهل جدا ولكن احنا بس نحط ايدينا على المشكلة حط ايدك على المشكلة عشان تعرف الاسباب اللي عملت المشكلة ثم تعالج السبب يوم نخلص الموضوع الموضوع سهل جدا اشتركوا في القناة